بعد أن كانت أرضا قاحلة باتت اليوم واحة عامرة بأندري وأجود أنواع التمور العراقية والعربية إنها مزرعة فدك التي أنشأتها العتب الحسينية المقدسة على ضفاف بحيرة الرزازة شمالي غربي مدينة كربلاء وعلى مساحة الفي دونم لتكون بنكا وراثيا يزود البلاد بالأصناف النادرة من التمور التي باتت على شفير الإنقراض كما يمثل وجود المزرعة في الجهة الغربية للمدينة مصدا طبيعيا في المستقبل تحتوي مزرعة فدك للنخيل على أكثر من 90 صنف من أجود أصناف التمور العراقية والعربية طبعا الأصناف العراقية تم جمعها من أغلب المحافظات العراقية وجعل مزرعة فدك للنخيل بنك وراثي ست أو سبع أصناف اللي هو العدد الأكبر اللي هو البرحي المجهول البريم الأشرسي الميرحاج البلقة يعني أصناف اللي كانت لخلاص أكو أصناف عربية وأصناف عراقية هو العدد الأكبر بالإضافة لا أكو أصناف يعني إحنا حقيقة يعني منقولها بأمان أنه مزرعة فدك تعتبر بنك وراثي لجمع هذه الأصناف الجيدة والنادرة ثلاثون ألف نخلة من أجل أنواع النخيل العراقية والعربية علاوة على كونها فكرة رائدة للحفاظ عن الأصناف النادرة من التمور فزراعتها في هذا المكان يمثل تحدي لترويض طبيعة المكان القاسي ملاخيا باستخدام الطرق العلمية الرصينة والإفادة الأمثل لتقنية الحديثة في السقي وتقليل هدر المياه كون المزرعة تعتمد على الآبار في تأمين حاجة المزرعة من مياه السقي مساحة المشروع 2000 دونم المساحة المزروعة ألف دونم حاليا النخيل أو الفسائل المزروعة أكثر من 30 ألف فسيلة ونخلة تاريخ المباشرة في المشروع كانت أو أول زراعة في المشروع كانت في 2016 الحمد لله تم زرعته في 2016 و2017 الآن الحمد لله وشكرا رب العالمين أعطى الثمار أول تباشير الإنتاج في عام 2020 إنتاج عام 2020 كان طنياً 2021 كان 20 طن متوقعين الآن في عام موسم عام 2022 متوقعين 60 طن طبعاً الإنتاج في إزدياد مع إزدياد أعداد النخيل وكبر أحجام النخيل المزرعة التي بدأت فكرة قبل ست سنوات باتت اليوم مستاناً يمد الأسواق العراقية بأصناف لم تعهدها قبلاً إذ ألحقتها العتبة الحسينية بإنشاء مصنع لتعبئة التمور في البداية من زرعناها سعدنا صور كذا نحن استلمناها أرض صحراء قاحلة شمس قوية عالية مي ماكو بس هو لازم يعني يجب يجب أن الجميع يعني يعمل ويتعاون بالفعل كان الصحراء والله كان صحراء يعني هس أنا تدري سيجوز هذا يقول السيد دي بالغ أنه مثلاً من يشوف هنا أنا أكو وصار عدنا يعني حمامات والطيور والبلاب وكذا يعني إنت نفسياً ترتاح صار أكو حياة إلى جانب كونها تعد من أكبر مزارع النخيل في العراق تعد مزارعة فدك بنكاً وراثياً لأم أصناف التمور العراقية والعربية من مزارعة فدك غربي كالبلاء حسين محمد لبرنامج صباح الخليا عراق